من عنوين النشرة إلى تفاصيلها والبداية من الاستهداف السياسي وتداعياته أهلا بكم قال الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية نائب الدكتور أحمد عبدالله جبوري أبو مازن أنه تعرض لحملة سياسية ظالمة بسبب المقبوليات المجتمعية التي أفرزتها نتائج الانتخابات المحلية مؤكدا أن هذه الحملة لن تنال من القاعدة الجماهيرية التي اختبرتها ظروف أقسى وحافظت على تمسكها ونفى وجود طائفية سياسية بل وجهات نظر غير مستندة إلى معطيات حقيقية لذلك هدأت العاصفة بعد اطلاع الجميع على حقيقة المواقف والتوجهات ضمن معرفة الجميع بأولويات أبو مازن البعيدة عن أي تفكير طائفي وأشار إلى أن خلافات السياسيين متعددة وبمختلف الاتجاهات لكنها لن تؤثر في التوجهات الوطنية لحزبه موضحا أن اختيار بدر الفحل محافظا لصلاح الدين هو أفضل الخيارات بحكم توازنه المجتمعي والسياسي ما يقود إلى حسم باقي المناصب بالأيام المقبلة بالتراضي مع الشركاء